يمكنكم متابعة برامج وأخبار قناة النهار والقناة إخبارية في الجزائر على موقعنا على اليوتيوب كما يمكنكم تفاعل معنا من خلال تسجيل تعليقاتكم على كل الأحداث الحصرية التي ينقلها تلفزيون النهار نبقى دائما في ذات السياق حيث يرى مختصون أن مفتاح حملة لنستهلك جزائري هو ترقية القطاع الفلاحي وتطويره خصوصا وأنه قاعدة لتطوير عدة صناعات عن هذه الرؤية وإمكانية تسييدها على أرض الواقع يحدثنا أحمد رجدي لنستهلك جزائري تظاهرة وصفها الكثيرون بالفولكلورية ينتهي مفعولها بنهاية توقيتها ليتيها الفاعلون في عملية البحث عن مفتاح النجاح في وقت تكثر النداءات بضرورة ترقية القطاع الفلاحي الذي يعد الأقرب لتحقيق ثنائية النوعية والتكلفة العلم يجب أن يعاون طبيعة مدام عندنا ماناخ لماذا نهربون الأكسperience التي نستعملها في إطار محدود في إطار محدود مليح يجب أن المهندس يتعلم الأمورات في كل شيء ولكن الاقتصال بالبلاد متركب على الماناخ للبلاد مردودية عالية بمجهودات بسيطة يمكن استغلالها في تغطية النقص في المنتجات الفلاحية وبناء قاعدة صلبة للصناعات الغذائية وبالتالي ضرب عصفورين بحجر واحد نانسيتا لنسيتا لنسيتا لنجم بهم الجزائر كانت لزمان قريب ممونا للأسواق العالمية بمنتجاتها الفلاحية ذات الجودة العالية ما يجعل القطاع الفلاح حل سحري يحتاج فقط إلى أعادة النظر في الاستراتيجية التي تسيره فمتى سيعود لعصره الذهبي هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم